أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مشاهدين الكرام حياكم الله ونرحب بكم على مائدة القرآن هنا في برنامج ربيع القلوب في نسخته الثامنة هذا البرنامج الذي يطالعكم طيلة ليالي الشهر الفضيل عبر شاشة قناة حضر موت الفضائية ويأتيكم برعاية كريمة من مجمع الصديق القرآن النموذج بتريم وبإشراف وتنسيق الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم حياكم الله وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم حفظة كتاب الله تعالى هم أحباب الله عز وجل هم أهله وخاصته رافقوا كتاب الله في كل حين تعلموا تجويداً رتلوا في سكون الليل آية وجدوا في ترتيل كلام ربهم العظيم منهلاً عذباً ومورداً صافياً هذا هو كلام الرحمن وهؤلاء هم حفظته الكرام في بداية هذا اللقاء مشاهدين الكرام نرحب باسمكم بأعضاء لجنة التحكيم فضيلة الشيخ العبد سالم باخميس أستاذ القراءات والتجويد بجامعتين الأحقاف والشافعي حياك الله شيخ العبد حياك الله رب يحب وأهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً تقبل الله من نومكم تقبل الله منك حياكم الله فضيلة الشيخ الدكتور أشرف سالم دعكيك الأستاذ بجامعة القرآن والعلوم الإسلامية بالمكلة أهلاً وسهلاً مرحباً بكم حياكم الله حياكم الله تقبل الله من الجميع آمين جميع إن شاء الله كذلك نرحب بالدكتور عوض سالم باشعيب الأستاذ بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية وادي حضر موت حياك الله دكتور حياكم الله أهلاً وسهلاً وأهلاً وسهلاً بالجميع الآن على بركة الله سنستقبل أولى المتسابقين معنا في هذه الحلقة الأولى في المرحلة الثالثة نستقبل وإياكم مشاهدين الكرام المتسابق عاصم عبد الله بن دهري من مدرية الشحر أهلاً بعاصم كيف حالك؟ الحمد لله تمام إن شاء الله نبارك لك أيضاً تأهلك للمرحلة وصولك للمرحلة الثالثة ما إن شاء الله ونتمنى لك التوفيق بإذن الله تعالى تمام إن شاء الله جاهزين للأسئلة بالتوفيق رب العالمين نطلب منك اختيار أحد هذه المضاريف لنبدأ معك فقرة الأسئلة ومع لجنة التحكيم أيضاً مبارك الله فيك وبالتوفيق إن شاء الله أهلاً وسهلاً تفضل فضيفة الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم نرحب بالمتسابق معنا في هذه الليلة المباركة عاصم عبد الله سعيد بن دهري أهلاً وسهلاً بك وأستوى الأول مع الشيخ أشرب نساء من دقيق فلا تفضل مرحباً بك أخي عاصم في هذه المسابقة وفي هذه المرحلة المتقدمة نود منك أن تسمعنا من قول الله سبحانه وتعالى من سورة النساء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا وإذا قاموا إلى الصلاة لا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله أولاء ولا إله أولاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما أحسنت وبارك الله فيك فتح الله عليك ما شاء الله فتح الله عليك السؤال الثاني ومع الدكتور هوربا شعيب شضا أحياكم الله شيخ عاصم اقرأ من سورة العراف من قوله تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قال أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَ اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَ افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَإِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجَفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوهُمُ الْخَاسِرِينَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوَّ وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ أحسنت وبرك الله فيك حياك الله شيخ عاصم ماشاء الله قراءة طيبة متميزة قراءة واثق من نفسه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك وأن يجعلك من أهل القرآن الذين هم أهل وخاصته في ملحوظة واحدة تقريبا وهي لما يأتي حرف مستفل بعده حرف مستعلن يفوتك أحيانا في أثناء القراءة وهذا يعني يحصل مع كثير من القراءة فقوله تعالى وَعَتَاصَمُ وَعَتَاءَ التَّى مُرَقَّقُ وَالصَّاد مُفَخَّمُ فَفَخَّمْتَ التَّى وَنَا صَحْتُ وَانَا تقول وَنَا أيوة وَكَذَلِكَ أَخْذْنَا أَوْا فَخَّمْتِلْ شَكَرْتُمْ أيضا الرأى مُفَخَّمة والكاف ومرققة أو مستفلة ففخمت الكاف تبعا للرأى هذا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وتسداد شكرا دكتور عوض على هذه الملاحظات والتعليقات على تلاوة المتسابق عاصم ما شاء الله عليك عاصم بارك الله فيك ونتمنى لك التوفيق بإذن الله تعالى وكذلك أيضا نتمنى التوفيق لبقية المشاركين معك شكرا لك على هذه المشاركة وهذا الأداء بارك الله فيك استمعنا وإياكم قبل لحظات إلى تلاوة المتسابق عاصم بن دهري نتمنى له التوفيق الآن دعونا نستقبل ثاني المتسابقين معنا في هذه الحلقة من المرحلة الثالثة المتسابق محمد علي بارجة من مديرية سيئون أهلا محمد كيف حالك؟ الحمد لله تمام إن شاء الله نبارك لك وصولك المرحلة الثالثة ونسأل الله لك التوفيق بإذن الله تعالى إن شاء الله تتعدى هذه المرحلة إلى المراحل القادمة إن شاء الله بارك الله فيك جاهزين إن شاء الله نطلب منك اختيار أحد هذه الظروف لنبدأ معك فقرة الأسئلة على مركة الله بارك الله فيك وبالتوفيق إن شاء الله نرحب بالمتسابق الثاني في هذه الحلقة المتسابق محمد علي أحمد بارجة أهلا وسهلا بك حياكم السؤال الأول سيكون من نصيب الدكتور عوض لشعيب أهل وسهلا حياكم الله شيخ محمد اقرأ من سورة النساء من قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فأصلحوا بينهما صلحا وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحوا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن تحسنوا وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون بصيرا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وإن يتفرقا يغني الله كل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله شهيدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان ذلك على الله قديرا وكان ذلك عق إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة من كان يريد ثواب الدنيا والآخرة وكان الله عليما حكيما وكان الله سميعا بصيرا وكان الله سميعا بصيرا أحسنت وبارك الله فيك بارك الله فيك يا محمد ما شاء الله عليك السؤال الثاني مع الشيخ أشرف هياك الله أخي محمد استعم بالله وقرأ من قول الله سبحانه وتعالى من سورة العراف قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين أحسنت وبارك الله فيك فتح الله عليك بارك الله فيك فضلية الشيخ العبد سالم بخميس زاك الله خير على هذا التعليق على تلاوة المتسابق محمد علي بارجا شكرا لك يا محمد على هذا الأداء ونتمنى لك التوفيق بإذن الله تعالى شكرا لك بارك الله فيك وما زلنا مشاهدين الكرام نبحر مع غريب القرآن تلك الكلمات التي قد تفهم بشكل خاطئ من قبل القراء القراء القرآن الكريم دعونا نتوجه بي السؤال لفضلة الشيخة الدكتور أشرف حياكم الله دكتور أشرف مجددا بعض الكلمات قد تفهم معانيها بشكل غير الذي ما هو المقصود منها في كتاب الله عز وجل حبذاي لو تعطينا مثالا على مثل هذه الكلمات وما هو المقصود من هذه الآيات نعم من هذه الأمثلة مثلا قول الله عز وجل عندما تكلم الله تبارك وتعالى عن قصة يونس عليه السلام ذنون نعم قال الله عز وجل وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه صحيح هذه الآية أشكلت على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ذنون ظن أن لن يقدر الله عز وجل عليه كيف ظن أن لن يقدر الله عليه نعم فهل هنا ذنون نفى القدرة من الله أو على الله سبحانه وتعالى أنه قادر أن يهلكه وهذا حاشا أن يحصل من الأنبياء صحيح حاشاهم أن يظنوا بالله ظن السوء نعم فرد عليه آخر فقال وبيّن له أن المراد ظن أن لن نقدر عليه من التقدير وليس من القدرة من التقدير وليس من القدرة لذلك قال الله عز وجل أولم يروا أن الله أو أولم يعلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر صحيح ويقدر هنا من التقدير وهو من التضييق ويقدر لذلك سميت ليلة القدر قيل لأن وقتها مقدر ضيق فهنا ظن أن لن نقدر عليه يعني ظن أن لن نضيق عليه ظن أن لن نضيق عليه وليس المراد هنا القدرة لأن الله عز وجل له القدرة البارغة سبحانه وتعالى ولا يمكن لأنبياء الله أن يسيئوا في الله تبارك وتعالى الظلم بارك الله فيك ونفع الله بك فضل الشيخ جزاكم الله خير حياكم الله الآن مشاهدين الكرام وأيضا نعضى لجنة التحكيم سنتوقف لحظة بعدها نعود إليكم الآن سنستقبل وإياكم من جديد المتسابق عاصم عبد الله بن دهري من مدرية الشحر والمتسابق محمد علي بارجة من مدرية السيئون لإعلان نتيجة هذا اللقاء أهلا بعاصم وأهلا بمحمد حياكم الله نبقى الآن مع لجنة التحكيم مشاهدين الكرام وفضيلة الشيخ العبد فضل النتيجة النهائية لهذه الحلقة المتسابق معنا عاصم عبد الله سعيد بن دهري فقد حصل في الحفظ على تسع واربعين درجة وثلاثة أربعة درجة ماشا وحصل في التلاوة على تسع واربعين درجة مجموع درجاته ماشا اللي هو عاصم عبد الله سعيد بن دهري بارك الله في الجميع وشكر الله وشأيكم بارك الله فيك فضلت الشيخ المنافسة كانت محتدمة في هذه المرحلة المرحلة الثالثة والمستويات أيضا متقاربة نسأل الله التوفيق للجميع نبارك للمتأهل معنا المتسابق عاصم عبد الله بن دهري من مدرية الشحر كما أيضا لا يفوتنا أن نشكر المتسابق محمد علي بارجة من مدرية السيئون على هذا الأداء المشرف وهذه المشاركة المتميزة وتخطيه المراحل ووصول إلى هذه المرحلة المرحلة الثالثة نقدم له هذه الشهادة الشهادة المشاركة معنا في هذا الموسم بارك الله فيك أخي محمد تشرفنا بلقياك وسعدنا أيضا بالجلوس معك ونسأل الله لك التوفيق بإذن الله تعالى وهذه أيضا جائزة مالية نضير مشاركتك معنا في هذا البرنامج شكرا بارك الله فيك حياكم الله مبارك أخي عاصم حياكم الله ومع الختام صلوا على خير البشر ماذا يضيف إلى مديحك شاعر إن كان مدحك قاله رب الورى والله لو أنفقت شعري كله في مدح خلق للنبي لقصر يا من إذا وطئ التراب تقافزت لتقبل القدمين حبات الثرى صلى عليك الله ما عبد تلى آيات ربي في الكتاب وكرر نستودعكم لنلتقيكم في الملتقى هيا يا رفاق نرتشف قطر الرابي ونغرد في بساتين الكلام هيا نطمئن نتلو آيات الباتين ونحلق في سلام أهلا ربيع القلوب فيك ضياو الدور يا نورا ما طابنا نحو الأمان ربيع القلوب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر